السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناة كون البطل اليوم ان شاء الله غنهضروا على موضوع كي هم ناس عامة ليهو موضوع اهمية الرياضة في حياة الانسان وغنطرقولي ان شاء الله من مجموعة من الجوانب بقوا معانا باش عارفوا هاد مجموعة دي الجوانب اشنا هي اهمية الرياضة في حياتنا ندوزل المحاور ما هي الرياضة اهمية الرياضة على المستوى النفسي اهمية الرياضة على المستوى الجسمي اهمية الرياضة على المستوى الدهني اهمية الرياضة على المستوى الجماعي ما هي الرياضة الرياضة هي عبارة عن اداء مجهود جسادي أو ممارسة أو ممارسة مهارة معينة وتتحكمها مجموعة من القواعد والخطوات ويكون الهدف منها التمييز والتمتع والترفيه وتطوير المهارات والمنافسة كما أن الرياضة تضيف على جسم ممارسيها جمالا جسديا مميزا وتضم الرياضة كما كبيرا من التمارين والمهارات مثال مثال اللي هو مثال شعبي كرة القدم من أهم الرياضات على المستوى الجسمي كرة السلة أيضا هي كرة شعبية وكتلقى إعجاب مجموعة من الأشخاص اللي كيحبوها اليوغا غنية عن التعريف وأيضا رياضة الجيمباز رياضة ممتعة وجميلة رياضة السباحة فروسية أو ركوب الخيل رياضة الركب رياضة كمال الأجسام الملاكمة ندوزل أهمية الرياضة وندوزلها على المستوى النفسي الرياضة تزيد منتقة في النفس تستخدم كواسيلة لقتل وقت الفراغ السلبي فتكسر الروتين اليومي المتسم بالملل تمد الشخص بالشعور والسعادة والمتعق تحد من احتمالية الإصابة بالأمراض النفسية المتنوعة وعلى وجه الخصوص الاكتئاب تزود الشخص بقدرة عالية على الإنذباط والسيطرة على الضغوطات التي تسبب القلق والتوتر تساعد على التخلص من الأرق والطاقة السلبية أهمية الرياضة على المستوى الجسمي تحافظ على شكل الجسم وتحسن مظهره تحسن نشاط الدورة الدموية الدورة الدموية دي أنك تولي نشاطه تساعد على فتح الشهية وتناول الأطعم الصحية تقضي على الدهون المتراكمة في الجسد أو في الجسم والتي تسبب زيادة في الوزن تساعد الرياضة على تقوية عضلات الجسم تقي من الإصابة بالأمراض المزمنة مثل القلب والضغط والسرطان والسكري وسكتات دماغية إلى غير ذلك وأيضا تقلل احتمالية الإصابة بمشاكل العظام فتقويها وتزيد أمرونتها تساعد على تقوية الجهاز المنع جهاز المنع دي أنك يولي قوي بسبب الرياضة وتؤخر أعراض الشيخوخة كالزهايمر والخارف أهمية الرياضة على المستوى الديني تساعد الرياضة على تنشيط العقل كما ترفع معدل الدكاء وبالأخص الدكاء الاجتماعي والنفسي والحركي كما يقول المثال الشعبي العقل السليم في الجسم السليم تقوي الدافرة وترفع معدلات نشاطها بسبب زيادتها لنشاطات دماغ بصورة إيجابية وأيضا تقوي الملاحدة وتزيد البديهة تزيد من التركيز أهمية الرياضة على المستوى الاجتماعي تساعد على تشكيل العديد من الصداقات والصداقات الاجتماعية القوية تزود الشخص بالكثير من الخصال الحسنة ومنها الصبر تقاب النفس المثابرة القيادة وهي من أهم السمات القيادة القدرة على التحمل والتعاون تساعد على احترام القوانين والأنظمة ويعود السبب في ذلك في اجتمال أغلب الرياضات على القوانين التي لا يمكن الإخلال بها تساعد على التخلص من التدخين وتقل المجتمع من الجرائم والسلوكيات اللا أخلاقي التي تظهر نتيجة للفراغ دائما الفراغ تخلي صورة سلبية عن الشخص تقل على قادر الاجتماعية فهي تزيل الضغوطات الناجمة عن ظروف الحياة وصعوبتها عندوز الخلاصة تعزز الرياضة الجوانب الإيجابية في نفس من يمارسها كما تبعد عنه الجوانب السلبية فقد أثبتت كثير من الدراسات دور ممارسة الرياضة في تحسين الصحة النفسية للإنسان وتعزيز الروح الإيجابية لديه حيث إن الإنسان أثناء ممارسته للرياضة يفرز هرمونات معينة تبعث على الراحة والسعادة كهرمون الدوبامين تعد الرياضة أسلوبا لبناء العلاقة الاجتماعية البناءة مع الناس وتعزيز معاني المودة والألفة بينهم فكثير من الرياضات تمارس بشكل جماعي مثل كرة القدم كرة السلق وغيرها من الرياضات وهذه الرياضات تتطلب من الإنسان الاجتماع مع غيره في الفريق وبالتالي يبني الإنسان علاقات اجتماعية معه وهذا يعزز الجانب الإيجابي في الإنسان كما يقوي في شخصيته ويمنحه الثقة بالنفس شكرا وإلى اللقاء في موضوع جديد إن شاء الله كونوا في الموعد ولا تنسونا بالإعجاب والاشتراك شكرا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة